أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان خليني أقرأ آية معاكم من بشارة متة في الإنجيل المقدس إصحاح 17 حدثت التجلي آية 8 فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحدهم فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحدهم هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ حادثة التجلي حادثة مهمة جدا يسوع المسيح أخذ ثلاثة من التلميذ بطرس ويعقوب ويحنى على جبل التجلي وهناك أيضا ظهر موسى وإلية مع يسوع على جبل التجلي وبطرس لما شاف هذا المجد أو قبس من هذا المجد مجد يسوع المسيح ولسيما يعني سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر له اسمعوا لما طبعا أمام هذا المنظر كما حدث مع شاول شاول سقط على الأرض وهكذا تلميذ يسوع سقطوا على الأرض فكانت ردة فعل أمام هذه الحدث أنه خافوا جدا جاء يسوع ولمسهم وبعدين لما راحت السحابة وراح إليه وراح موسى مكتوب رفعوا أعينهم ولم يروا إلا يسوع وحدهم تعرفوا حبائي كتير مرات عاوز أسأل أي الأشياء اللي بتحجب يعني النظر عن يسوع المسيح طبعا بالنسبة لبطرس ويحنى ويعقوب قال بطرس لنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة طبعا اختفوا مع السحابة النيرة سمعوا صوت من السماء شهادة الآب ليسوع المسيح وطبعا كان الغرض من موسى وإليا موسى بمثل الشريعة النموس في العهد القديم وإليا بمثل الأنبياء وكانوا بيشجعوا يسوع لأنه هذه الحادثة كان رايح للصليب إلى أور شليم وطبعا لما اختفوا من المظهر ما شفوش أي حد إلا يسوع وحدهم تعرف حبائي رؤية يسوع المسيح وبالإيمان ويتطلب إعلان يعني مش الفكرة أنك تشوفه بالعيان لكن ممكن تشوفه بعين الروح تختبره بعين الروح بس في معطلات إيش اللي ممكن يقف بينك وبين يسوع هل الشهرة هل المال هل أولويات أخرى كثيرة هل يسوع من ضمن الأولويات في حياتك ولا ترفع عينك وتركز على شخص يسوع المسيح لما بتشوف يسوع المسيح بالإيمان تختبر حضوره تختبر خلاصه تختبر قدرته تختبر سلطانه تختبر معجزاته وفعلا بتبتدي تنكشف إلك أمور وتشوف بعين الروح كتير مرات أنه إحنا منحاول نسلك بالجسد ومنشوف بعين الجسد العين المجردة بالمحسوس أو الملموس لكن صلاتي مثل ما صلى بولوس مستنيرة عيون أذهانكم أنه رب يفتح عينينا بالنسبة لغير المؤمنين مكتوب الذين فيهم إلى هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله بالنسبة للأمن مكتوب لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح أو كما قال المرنم قديما بنوره نرى نورا إن نور المسيح المكتوب عنه وشمس البر الشفاء في أشعة وفي أجنحته هذا النور ينعكس فينا فنصبح نور للأمم ونصبح نور في العالم أنا بصلي اليوم أن الله يغلق عينينا أي أمور مادية أي أمور عالمية أي شهوات أي طموحات أي أولويات أخرى كلها الرب يسكر عينينا عنها وما نشوف إلا يسوع المسيح والسؤال صلي أنت أنه رب يفتح عنيك شو الإشي المعطل شو الحاجب شو الحاجز أنه تشوف رؤية يسوع طبعا بالإيمان تشوف الإختبارات تشوف معجزات المسيح سلطان المسيح تشوف تلمس تتلامس مع حضور الرب يسوع دائما في حضوره فيه بركة فيه شفاء فيه بلسم فيه قوة فيه يعني أمور أنت بتخبرها يعني خارجة عن نطاق الأمور المحدودة جسديا بتشوف في عينينا الروح وهي صلاة اليوم أنه رب يفتح عينينا والرب يفتح أزهاننا بالروح القدس وتستنير ونبتدن ندخل العمق مع يسوع نختبر بركاته نختبر سلطانه نختبر أمور جديدة ننظر بأعين جديدة ونبتدن نشوف في منظار يسوع المسيح وفي عين يسوع المسيح صلي أنه رب يزيل كل الموانع اللي أمامك واللي بتحجز الرؤية عن رؤية يسوع المسيح فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده يعني بقول رسول بولوس يسوع المرسون أمام عيونكم أو كما قال لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا بصلي الرب يفتح القلوب والعيون نفوت في اختبارات جديدة اختبارات عميقة مع يسوع المسيح نبتدن نشوف الخير والبركة والفرج ربنا يباركك وربنا يكون معك